كم تفتح تلعبتي مع كم جيل؟ لا أنا لعبتي مع أجيال يمكن من الجيل اللي هو بتاعي زمورتلك يمكن موظم 67 وبعد كده وقفت الكورة وبعد كده بقى دخلنا في جيل السبعينات والثمانينات ده حد واحد وثمانينا بقى يعني ثلاث أجيال اه ثلاث أجيال الحمد لله طب إحنا معنا حبيبك مخ تعال نسمعنا حيقول إيه ونرجع لك تاني نتكلم من حبيب يا مختار علاقت كابتن فتح أخوي إحنا أخوات وأحبه وأصدقاء وحاجات كتيلة قوية الحمد لله رب العيني يعني أنا من حظي الحمد لله إن أنا أول ما ابتدت في النادي الأهلي أنا ابتدت أنا كان عندي في حدود 19 سنة فبدو يعني فيها رحبة جبيرة جدا جدا اللعيب يكون عند 19 سنة يجي من فرقة بعيدة خالص زي إسكو ويبقى أساسي في النادي الأهلي من حظي كويس إن كان فتحي مبروك قريب مني كان هو اللي بيلعب تحتي أنا كنت بيلعب في نص الملعب نحت الشمال أو الحتة اللي قدام برضو في نحت الشمال فهو اللي كان ورايا وهو اللي كان بيوجهني وهو يعني كان دايماً بيكلمني أكيد إن هو كان عنده خبرة كبيرة جدا جدا أنا طبعا جاي أكيد إن أنا برضو خبرتي كانت أقل بكثير جدا الموقف اللي أنا والرهبة بالنسبة للفرقة اللي أنا بلعب فيها في فرقة النادي الأهلي أكيد إن كنت محتاج حدك يكون زو خبرة وعنده باع كبير في المكان دوت وأنا لسة صغير الأكيد كان حظي كويس أو إن هو يكون ورايا وإن هو يوجهني وإن أنا أستفيد منه بشكل كبير جدا جدا فتحي ما شاء الله من اللعب الكبار اللي ليهم باع كبير جدا في النادي الأهلي من أول ملاعب لغاية ما بطل فتحي أساسي في النادي الأهلي ونادي الأهلي نادي يعني كبير أي لعيب يعني يبقى عنده الخاصية دي إن هو يبقى متواجد أساسي في النادي الأهلي طول الفطلة اللي هو لعيبها دي ده دي حاجة تدل على إن هو لعيب كبير وكان فعال بشكل كبير جدا جدا في أداءه يمكن فتحي يشتغل في التدريب ونجح في النادي الأهلي بس للأسف أنا شايف إن هو ما خدش حظه كما يجب في الحتة التدريبية يعني بلده ساعات التوفيق يعني أنا أظن إن التوفيق الدهله وهو بيلعب التوفيق كبير جدا 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 أكثر بكثير جدا ما الدهله وهو مدرب للأسف يمكن يعني أدى وأدى فترات بس كان ممكن يبقى أفضل من كده بكتير لو كان فيه شواء التوفيق شواء لكن أكيد إن هو كان لعيب كان لعيب كبير جدا جدا كان أساسي في النادي الأهلي طول الفطلة اللي هو لعبها وده أمر يمكن قلمه إنه يحصل لأي لعيب هتولي على مخر لا كلام جميل وبشكره جدا جدا كابت مختار وكابت مختار ذكر حاجة كويسة أول كابت مختار يعني حاجة فعلا شوف قالك أنا دخلت النادي الأهلي وعنده عشر سنة عنده رابط النادي الأهلي ولكن بعد كده نسجم وإن كابتال فتح موروك كان بيلعب وراف خط الدار وكان فيه توجيهات دي حقيقة ودي ميزة في جيل أجيال النادي الأهلي إن إحنا كنا بنكلم بعض فيه تعاون منهم بعض الحاجة الثانية يعني كابت مختار أشار ليها إن أنا كنت أساسي بالنادي الأهلي ومفق والحمد لله أنت تظلمت إعلامياً؟ طبعاً تظلمت إعلامياً تظلمت تظلمت يعني هاي يعني خلنا برضو بنتكلم بوقائية كابتال مصطفى بس عاوزولك حاجة كالفتح ساعات الإعلام بيظلم ناس إنما فتح مبروك عند الناس سؤال إن أقول فتح مبروك أنت كابتال لا لا أولا إيه مقولي حبيب يعني كابتال فتح مبروك لجماهير الكرة المصرية خاصة جميل من النادي الأهلي معروف مين تتح مبروك عنده الحمد لله إن كان فيه ناس في الميديا ساعتها في ناس كانت بتحبوا تكره طبعاً والناس بتميل لفلان وما تميلش لفلان ودي حاجة يا كابتال مصطفى أنا بعتز بيها والله أحسن حاجة طلعت بيها من الكرة حب الناس والله دي مش عايز أقولك اشتركوا على القناة